قال حبيبة واش باباك مازال مزير عليك؟ قلت له اه بالزعف وهو يقول باينة في عينيك كنشوف فيهم حزن كبير ما كرهتش نخرجك من هاد العتاب انا بغيتش نتزوجه نجي نخطبك من باباك قلت لا بغيت نقول ماشي دابا حتي برد شوية لجو قال حبيبة انا بغي راحت كان بغيك بالزعف وما كرهتش تكوني معايا اليوم قبل غدا عرفتي بغيت ندير مشروع نستاقل على الواليد ديالي وما زال ما فكرت شنو ندير قلت له اينو نفكر محاك وهو يقول اها اختارحي علي افكار تفكرت باللي تفرجت في واحد المسلسل مصري كانو كيهضرو فيه على المنتجعات السياحية لي اصلا انا ما عارفهاش اشنا هي وننقول شنو رأيك تدير شي حاجة للسياح منتجعات سياحية مثلا وهو يقول فكرة رائعة انا ما جاتش في بالي جاع هاد المشروع ممكن ينجح بزداد انتي مولات الفكرة شنو رأيك تدخلي معايا شريكة فيه قلت لي انا ما عنديش الفلوس وهو يقول عارف باباك وخا بغيتك تكوني معايا فيه بافكارك قلت انا معاك ديما يحيا كانو بغيك وعمري ما غنتخلى عليك شد ليس ايدي وبتاسم وقال حتى انا عمري ما غنتفارق معاك انتي فتاة احلامي وانتي اللي كنت كنقلب عليها من زمان ودابا لقيتك دولت نهاري معايا حيا فوج عليها بزداد وتأكدت انني ما نقدرش نتفارق معاها وصلت للطريق ما يمكنش فيها نمشي القدام ولا نرجح له فكرت نعود له كل شي ونقول له انا غير كدبت عليك ولكن خايفا يتفارق معايا ما هداش نقدر نتحمل انني نبعد عليه كانو بغيت بزداد وغنموتي لبعدت عليه ومشيت لعند صحة وبدأت كتوصفيا وكتعلمني كيفاش نتعامل مع الزبائن وانا ما حاملهاش وصل الليل وجو اشخاص عمري ما شفتهم مختلفين على ديال البارح زيرت على قلبي وشطحت ودوزت الليلة مع واحد فيهم حتى مشراو دازو ايامو انا في هاد الحال بالليل في بيت الضعارة باسم عايدة وبالنهار معايا حيا باسم مالا ولفت شوية وبديت كنجمع الفلوز واحد النهار تلاقيت معايا حيا قال حياتي ركبي معايا غنمشي والواحد لبلاصة قلت له واخا ركبت معاه وهو الطريق كاملة وهو ناشط حتى وصلنا الواحد الفيلة ونقول يا حيا فين غادي قال لي دابا غتعرفي نزلنا وكل شي بده وكي يحيوه ادخلنا ولقينا واحد لمرة كبيرة شوية ومها ليفرازها ومعاها واحدة أخرى باس راسل كبيرة وصلنا معنى أخرى ووجه لهم الهضرة وقال جدة ماما هادي هي ملاك أنا حشبت وليت حمراء واشهدوا حائلته وعرفني بهم قالت الجدة تبرك الله عليك ابنيتي زوينا بزاف وهي تقول لأمه ولدي حرفت يتختار البنت زوينا بزاف كيف ما عاوتي لنعليها أنا حنيت راسي وحشبت وهي تقول لأمه قلس يا بنتي يحيا قال هادي جدة وهادي ماما قالت الأم وهذا يحيا والبنا الوحيد ولمفشش بالعائلة وهي تقول الجدة اش حاله هو كيهضر عليك ابنتي وكلنا كنا متشوقين باش نتعرفوه لهذا البنت اللي خدات عقلي يحيا كنا متأكدين بالاختيار وغديكون رائع وهاحنا تأكدنا منه فاشفناك أنا ماهضرتش القاضية وصلت للعائلة حماضت أنا خايفة الجدة قالت احنا ما عندنا مانع مرحبا بك في عائلتنا ما دام يحيا كي بغيك احتل هاد الدراجة قال يحيا ما لاك عندها ظروف باباها صعيب ولكن نحنا غا نقدروا نقنعوه هيك جدة وهي تقول جدة طبعا باباك بنتي خليها علي أنا اللي غدا نقدر نقنعوه الناس القدام كيتفاهموا بيناتهم الله ربي كي غا ندير دابا واش نقول ليهم ما بغاش يتلاقاكم ولا ندير كيف ما في المسلسلات نكرحت أنا شي راشل ونقول ليهم هادا بابا بقاوا كي هدروا وانا ساكتا واضطريت نقول ليهم تعطلت وغادي خاسموا عليا في الدار طلبت من يحيا يوصلني وفعلا وصلني اللي متينا وشديد تاكسي للدار مشيت لعند الصحر ولقيت هاكت وشد في الصهرة من جديد مليت هاد العيشة كان حسرا سرخيصة بزاف وكل ما بدا يحيا كي هدر ويشوف في يشوفات البراءة كان كراه راسي كان بغي نغوت ونقول له أنا ماشي كيف ما كتشوفني كان بغي نقول له أنا غير كلبة وما استهلش حبك ولكن الله خايفة وخايفة يبعد عليا ونموت أنا فعلا غا نموت إلى تفارق معايا وصل الليل وكي ما العادة تعلمت جاعدك شي اللي كيديروه العاهرات وليت كان كمي وكان شرب وكان شطح ودخلت البيت مع واحد وهاد المرة كان شارف وكي غيلف من اللي قدا غارضه سقع ليه في وجهي وبدأ كيسف فيه بأسوأ النعوط والألفاظ بحال الليلة خلصني احتع لدك سبعه ونساكته ومتحمله الإهانة ناد كيسف هاكاك وكيهيني حتخرج مريض الرجال كلهم مرضى وكلهم منفاسي من الشخصية كرعت راسي واحتاقرت راسي كتر منه كيفاش بغيتو يدير لي يقيمة مادمت انا مدرتهاش لراسي وسمحت لراسي ان نزل هذا الوسط ديالزبل ماشي دنبي وما بقي دواله كما قالت سحر هنجمع شوية الفلوس وغنطلق من عادية وغدا ندير مشروعي وديك الساعة غدا نقول يحيبي اللي بابات بره مني وما غيسمح لياش وغادي تزوجني ونطلب منه نسافره وما نبقاش في هاد البلاد نعيشو على بره مبقيتش حاملة الحياة هنا الغد ليه مشيت وطلقيت يحيبي قال ليه حياتي عائلتي فرحانة بك بزاف وبغين غير امتنت لوجو وتعيشي معاهو قلت له يحيبي انا خايفة بزاف خايفة من بابا ما نقدر نقول له والو مبغيتش نعصبك ولكن هو مصرز ووجتي بوحد السيد من عائلتنا عليها ما غايتفهم شو معاكم قال شنو؟ ليش ما قلتيش هاد الهضرة من اللوة قلت ليه حيات عارفك غايت تعصب شفتي وهو يقول واش انتي موافقة زوجي واحد مكتبغيش قلت طبعا الله انا كنبغيك انت ممكنش نوافق على واحد اخر وهو يقول واشنو غا نديره قلت ما زال اعطيني شوية ديال البقت انا غدا نحاول نقنعه انا غدا نحاول نقنعه انا ما بغاش ديك الساعة انا غنطر نهرب من الدعف وهو يقول حبيبة انا ما بغيتش نوصلحت له هاد الدرجة احنا نحاوله معاه وهيوافق ان شاء الله قلت كانت منا نتهنى من هاد الكابوس اعيت قال لي احرام مالاك بحالك يعيش هاد الجحيم كله بقيت كنشوف فيه وكنفكر عنده الحق انا ماشي خيبة من الداخل دوروفي هي اللي دارت فيه هاكا قال عينك زوينين كنسرح فيهم وانا نقول انت اللي كتسحرني بها درتي كان بغيك بزافة يحيى دولت نهار زوين بزاف مع يحيى وبالليل رجعت المصطنقع من جديد قالت لي صاحربي اللي احنا معروضين عند هادك اللي ختام عنده وباللي غيكونوا غال مرفحين تما وخاصني ندبر على راسي وندرب ضربة صحيحة في ديكل حفلة وجدت راسي والبسكس وزوينة على امل نجمعش ضربة صحيحة ونهرم من هنا نمشي نقسس حيات جديدة مع يحيحة مشينا انا وصحر وصلنا لذيلة وكانت كبيرة من اللي دخلنا لقينا بزاف دلبنات اشكال والوان وحدتنا السيك في الخراب وبزاف دلشابات والرجال باينا فيهم كما قالت صحر من طبق البرج وازيه بدأو دوك البنات كيشتحو على امل يدبروا على راسهم وفكرت إلا ما دبرتش على راسي حتى أنا غادا نضيع الفرصة وغانمشي من هنا جيبي خاوي هادي فرصتي باش نخوي هادو الدومان في مرة تطلق الشرقي واشتحت بكل قوة احتوي لك كل شي حال فمو فيه من اللي كملت كل شي كيشير عندي وانا دايرة راسي ما كيهمونيش كلهم هادي طريقة من طرق الجد تمشيت الكوزينة ودرت راسي غادا نشرب على اساس اللي بغاني غايتبعني حيلة من الحيال بالعاهيرات تعلمتهم من صحر بقيت مودة واقفة حتى سمعت شي حد مورايا قال بانسوا تلفت نشوف ولقيتوا واحد الشاب طويل وعضلاتوا خارجين من الكسيم دياني وفني وين لحيتهم دراسيا وكحلة اقل ما يقال عليه انه زوين بالثاف واش انا حلمت في يوم من الايام يديها فيا شي واحد بحال هذا وانا نقول في خاطلي عيدة مالكي يكتح فيك يحيا ولد الارستقراطيين ما غايتحش فيك هذا ولكن الفرق ان هذا شايفني عافرة بغايدووز بها الوقت ماشي بحال لاكون شفت فيه وتلفت باش نكمل الشر قلت اهلا وهو يقول كده يرزوينا متعرفيناش عليك قلت انا عيدة وهو يقول انا عيصان شرفت بك عيدة شنو رأيك تجي تكملي معايا الصهرف داري هيد البلازة ما عجباتنيش قلت له ولكن كل شي بالمقابل قال متخافيش اللي بغيتيه غيكون عندك اعمريني وانا غنفد قلت له مزيان ولكن بغيت فلوسي دابا اش بد من جيبوشك كأنه كان عارف انه غادي يجيل هنا وغادي يتعرف علي وغا نطلب فلوس كتير اعطاني الشيك ومن اللي شفت المبلغ جاتني السخفة عامري ما شديت بحالي وعمري ما فكرت نشده بتازمت لي بالفرحة وقلت ليه دابا انتلت اعمر اللي بغيتيه غنفده خرجنا ولقيت واحد الشارف كيتفاوض مع سحر عليا شفت فيها وشديت في عصام ومشيت اركبت معاه في سيارته الفخمة ومشا احتوصل شي فيلاد صغار ودخلنا في واحدة فيهم وداروك اتحمق عجبني الحال واحدة هو محسسنيش انه جايبني بفلوسه صرفت كأنني في داري الغد ليهنط على اساس نمشي في حالي وقال عايدة ممكن نطلب منك طلب قلت له اهه طبعا وهو يكون انا حاسبة اللي محتاجك معايا هاد الفترة ممكن تبقاي معايا وما تخافيش انا غضي نعطيك اللي بغيت قلت له ولكن قاطعني وقال شنو رأيك نصافرو تتيامي انا كن مر بضروف صعبة وبغيتك تسانديني قلت له واخه موافطة غير خاصين علم صاحبته ونجمح وايجة قال واخه انا غنوصلك عندها وغنتسناني قلت له متافقين ومشيت مع عيسان حتى وصلت الدار صحر طلعت وهو بقى كيتسناني لتحت وهي تقول لي يا صحر ففينا الشابة وشكون هادك باعينا فيك دربتي دربة صحيحة وقلت ليها ضروري المهم انا غنصافر معاه غنجمح وايجة تتيام وانا راجعة وهي تقول بصحتك لالله شكون بحالك رجعت لعند عيسان اللي كان كيتسناني واركبت معاه ومباشر المطار صافرت معاه ومشينا المرزوقة حيث كان خاصني باسفور باش مصافر على برا الحياة هنا مكان رائع بمعنى الكريمة عمري تخيلت راسي نخرج من الحومة ولكن خرجت وصافرت ومازالة غنصافر غنخرج من هاد البلاد قاع غنصافر معاي احنا خاصني غير الفلوس باش نوجد كوشي غنوجد باسفور باسمية مالاك وهوية وغن بدحياتي معاه غن ثقاع هاد الناس كلهم دولت وقت زوين مع عيسان مشينا ركبنا بجوج في واحد جمل وبقينا كانت مشاو بيه وهو يقول عايدة انتي عمرك بغيتي في حياتي قلت له هون؟ اه وانت؟ وهو يقول حتى انا الحب هو اللي معدبني قلت الله يا ربي شكون اللي يعدب هاد الزين؟ وهو يقول واحدة عمية ما كتشوفش ومبدلاني بواحدة اخر ما عرفتش شنو فيه هو وانا ما فيهاش قلت له الحب هو هادا علاش انت ما تشوفش وحدة غيرها؟ وهو يقول عميت اضحكت وانا نقل قول لي هاد شي اللي مسبب ليك ازماء نفسية هاد اليان وهو يقول اه حاولت نبدلها ووالي حتى وحدة ما دخلت العقلي من غيرها قلت صراحات بي لهاد البنت وهو يقول همم؟ وانت يا عيدة ما زالة مع الحب ديالك؟ قلت له انا حريرتي حريرة انا كنت نسوجة ورجلي جرع لي لسنقة وما زالة بغن تطلق منه واش تعاوني؟ قال لي يا نعاونك قلت مزيان باش نمشي نعيش مع حبيبي بلا قيود ديك الساعة قال و ايش اديك لطمان ديال تحارة؟ قلت الأزمة والفلوس والفقر وهو يقول مفهوم بقينا كنت مشاون هاتورو هاد عيسام قلبه طيب وخلبس عليه وقلبه زوين وكي بغي وحدة ومازال وفيه للذكرى ديالها وخارا مع وحدة اخرى ما كيهمنيش انا خلصني على مهم ما خاسني نديرها دوزت معاه تلسيها نسيت وفيهم الدنيا كلها واحتى البنت اللي كيبغي واللي مرة مرة كيهضر لي عليها رجعنا من الصفر والرحلة وخلصني عيسام ومشيت لعند الصحر وغير شافتني وهي تقول الظهر يختيو لما نعطاه الله وانا نقول ركي عارفة زهري من صغري مشتت قولي الله يستر وصافي هاد وراه فلوس الحراب بغيت نعتق بيهم راسي وصافي مشيت وصونيت ليحيا لقيت وغادي حماق قال قالو مالاك فين كنتي شحال وانا كنصون كلقى التليفون دي مطافي فين كنتي راني غادي حماق قلت له قالو يحيا والو غا بابا كان محيد لي تليفوني ولكن ده بارج عليا راني عاوت ليك شنو كاين داباه وما كيهضرش معايا جاعا قال يحيا واخح بي بصبري مبقاش بزاف وغا تهناي من هاد المشاكل قلت ان شاء الله وهو يقول شوفي المشروع ديالك اعجبهم كاملين وعائلتي عارض عليك اللعشة باش نهضرو في المشروع كتر وغادي تعطينا افكار واش موافقة قلت واخا غا نحاول نجي قال خاسكي تجي انا طلبت منهم يوجدوكم شي قلت له واخا يحيا غا نجي وهو يقول كان بغيك حياتي قلت حتى انا كان بغيك بزاف والجد راسي باش نمشي في الليل نتعشى مع عائلتي يحيا خاصت بان في يتباثة البست كسواسوا غاك حلا وطويلة وقاديت شعري وطلقت وكنت كان بان بلاس لا علاقة مع اول نهار شافني فيه يحيا شديد تاكسي اللي بلاسة اللي اتافقت عليها انا ويحيا وبقيت كانت سنها فيه احتاجه عندي كاي بان زوين بزاف وحاطي العين نزل عندي و بس لي ايدي وقال اجمل وحدة شافت عيني كان حماق علي كما لاك قلت حتى انا كان بغيك يا يحيا كان بغيك بزاف اركبت معاه ومشينا الفيلا دياري ادخلنا وقاع الانظار كانت علينا كنا كان بالو كوب بل زوين بالتاف فعلا هو ماشي كان موجد غير عشا واش هد الشي كله على شرفي انا واش انا نستاه لقى هد الشي كل شي كان كيتثنعني الجدة دياله والام والاب ديالي اللي اول مرة نتعرف عليه ما كيختلفش بزاف على يحيا قلست وبنت لي يحتديك الاف اللي ما كتحملني ما كتقبلني غير كتخنزر فيها باينة كانت حاطة عينيها على يحيا ونديتوا ليها علاش غدا تقبلني قلست معاهم وكل شي بده كيهضر ونمت بتا وكان جاوب بتا بات بدهوا كيهضروا على المشروع والخدامات كيوجدوا الطابلة باش نتعشعوا قال يحيا بابا بالنسبة للمشروع تيالي ما لاك هي ملاجم وهو يقول له بابا اه هو مشروع زوين بزار ولكن مكلف غدحتاش شريك قال له يحيا فكرت في الموضوعة بابا ولقيت شريك وانا كنسمع ليهم كيهضروا بيناتهم احتسمعت شي صوت جاي ما غريبش عليها قال واش تعطلت على العشاء تلفت نشوه وكانت الصدمة قوية بالسعر مستحيل عيثام اش كايدير هنا ناضي يحيا مشى عنقو وسلم عليه بحرارة وجابه قال له اجي اخوي نعرفك على البنت اللي سلبات عقلي ملاك شي يربيت ديه عندي كأنه كيقدمني ليه اما عيثام فتبدل فيه اللون الف درجة من اللي شافني قال واش هادي هي ملاك اللي صدعتين بها قال يحيا اه هي هادي اللي خدعت حقلي جا عندي عيثام ومدلي ايديه ونظاراته كلهم تساؤل وقال متشرفين الهلا ملاك جاوبت بصوت مبحوح قلت له الشرف ليه جا يحيا اه بدكيه ده قال هادا عيثام اللي غاديكون شريكي في المشروع دينا هو صاحبي من الصغر وكل شي كنديروه بجوجه بقيت مصمرة في بلاستي الله ياربي ايش غاديوقع اللي اعتارف هادا بكل شي وقاعدك شي اللي وقع بيناتنا وبقال لي ما اسميكيش ملاك وباللي انا مزوجة ايش داني نعودلوشي حاجة ابقى كيشوف فيا طول هاديك المدة احتا هو مهدرش العشاو جد وطالبو منو نوضو ونتعشا يحيا شد ليه في ايدي وكي عاملني بحدا وبلطف قرب ليه الكرسي وقلست بدا كيحاول يوكلني وانا تبدل فيا اللون وغدا نترتق وعيثام حاضيني قال يحيا ملاك فين هو عقلك ملكي ثارحة قلت ها والو غيرك عارف قال لي ما تخافيش يا حبيبة عارفك تفكري في بهبار ولكن ما تخافيش احنا غن تفاهمو محاه وغنقنعوه حركت راسي وانا خايفة وبدأ كيحاول يوكلني حيث كان باين علي الارتباك من اللي كملنا العشا ندنا نجلسو عالتاني وانا ما كرهتش يخليني نمشي في حالي خايفة وكنشوف في عصا وفي كل لحظة كان قول غادي يفضحني وغيقول كل شي عليا اليحيا شوية تلمني يحيا رقصه وقاع الأنظار كانت عليا وكلهم كانوا كيحفزوني وكيقولوا لي وافقي إلا عصا كان محيد عينيه من عليا يحيا كان فرحان بسا درت له خاطره ونطش تحت معاه رقصة كلاسيكية كل شي كان كيشوف بيا ويحيا كان فرحان بسا أما أنا كان قلبي غادي يوقف ورجليك يرجفو كان شوف قدامي الفضيحة عصام غادي يفضحني وغادي يشفي فيي العديان قربت من ودنه وهمست يحيا أنا خاسني نمشي ما بغيتش مشاكل مع بابا وهو يكون واخي حبيبة ما سخيتش بيه ولكن ما بغيتش نتسبب ليك في شي مشكل اعتادرت من عائلته وسلمت عليهم وما شفت الجيهة عيثان خرجت معي يحيا ورجبت معاه وهو يقول حبيبة حيث بيك اليوم مرتبك بثاف قلت له اه خايفة من الواليد حي تعطلت بثاف وهو يقول هو مزيّر عليك بثاف عمري شفت شي أب حاله واش كاين شي حد كي يغضم من بنته حيث مقابلاش الراجل اللي بغى هو بابا بديت كان هدر في نفسي وانا نقول في خطري ايها يحيا لو كانت تعرف النوع دي يا لبا اللي جرع لي في نص الليل واللي زوجني على خمستاشر حان في شارف واللي عمره ما قال لي يا ابنتي وانا نقول له هو شايف باللي مصلاحتي هي هادي ما عارفش اناني كان بغيك انتا قال لي يا حيا صبري غانجي نخطبك ونزوجه وغاي سالي وكاع هد المشاكين قلت له نتمنعه وصلني الواحد المجمع سكاني وقلت له غدا نشط تاكسي باش ما يشوفنيش معاكش واحد ونصدقه في المشاكين وفعلا اركبت في التاكسي وتأكدت انه حتى واحد ما تابعني ومشيت للدار وصلت وانا رجلي يا فاشلين عليهم ما قداش نوقف عليهم كنفكر في عصام دا با اكيد غادي عاود كل شي اللي يحيا وغادي كراهمه وغادي يقول له باللي انا خدامه في الدعارة وما بت الناس مواله وباللي انا كدبت عليه انا غنهرب حسن ما يدير فييا يحيا شي حاجة ما نقدرش نواجهه دوك الفلوس اللي اعطاني عصام غنهرب بهم الله يا ربي ايش غدا ندير بقيت غادي جاية في الدار حتى سمعت الدقان في الباب برجلية زاد وفشلوا عليهم يا كما يحياه ولي الحق عليهم نمشيت بالشوية وحليت ولقيته عصام ما قدرتش نهدر كان واقف وحت ايده في جيابه وداير نص ضحكة قال لا باس عليك ملاك ولا هنه نقول لك عيدة حسد قلت عصام دخل عافك وخليني نشرح ليه قال عصام واخه ها هو داخلي بشرط تعاودي لي كل شي من احتل ذات ادخلوا بديت كنرجف قلس وقلس حتى انا وانا نقول عصام انا والله ما خايبة ويحياه تعرفت عليه قفال ما نخدم في هذا الشي وبغيته وما كنتش قادرة نقول له باللي انا مزوجة خفت لا يتفارك عليه وانا كنبغيه بثاف وقال طعمي وقال كتبغي هو ولا كتبغي فلوسه ما تنسيش باللي درتيليا اللي بغيت مقابل الفلوس شنو اللي خليني انتيق انك كتبغي يحيال شخصه ماشي حيت هو الواريد الوحيد ديال عائلته قلت كان اقسم لهيك انا كنبغيه لشخصه وعمري فكرت في فلوسه ولا اخديت منه شي رياه فضلت نخدم في هاد الشي ونطيح بكارانتي غير باش نكون معاه عافك ما تعود لوالو عليا قال عصام انا ما يمكنش نشوف صديق عمري كيغرق مع وحده ما كتسواش بحالك ونسكت نحطيك اللي بغيتي وتبعد عليه قلت لا ما نقدرش عافك ما تحرمنيش منه انا والله ما بغى منه شي حاجه غير كنبغيه هو عافك تقبيه قال عصام فين بغى توصلي تزوجي به واش انت انسيتي باللي رقيقات بعليف كل شي قلت عافك انا اللي غدا نقول له كل شي غير عطيني فرصة وهو يقول موافق عاودي له كل شي والله رغنعود له انا خلاني في بلاستي كنبكي واخرش بقيت كنبكي انا ممكن نتحمل اي حاجه الا فراقي على يحيى نموت لتفارقت معها كيفاش غدا نقدر نعاوده ما غاديش يسامحني الله يا ربي كيفاش غدا ندير ايش هاد الموقف اللي تحطيت فيه بقيت الليل كامل ما نعاودش كنفكر في هاد الشي اللي وقع وكيفاش غنديه الغد اللي هنا تتبكري صونيت اليحية فيقتو من نعاز قلت له نتلاقعه وقلت له باللي غن تمشى والحق علي فكرت نعاود له كل شي جاب الزربة متعطلش باسني من حنكي وكيفرنس وهو يقول هادا نهار زوين حيت اول واحد غنشوفه هو انتي كان حماقح ليه قلت احت انا كنبغيك بالزار يحيى كيفاش كتشوفي وهو يقول يحيى ملاك قداني كنشوفك ملاك بيضة ونقية قلت ليه اش غادي تدير اينا عرفتش نهار انني ماشي ملاك وماشي كيف ما كتشوفني قال مستحيل تكوني شي حاجة مختلفة انا اللي شايفك ملاك انا متأكد مليون فيلمية قلت يحيى انا ماشي ملاك وهو يقول باركة من التواضع شش انتي ما شفتيش لبنات الاخرين انا اللي شفتهم كديرين انتي بالمقارنة معهم ملاك انا اللي شايف الفرقة حبيبة عافاكي باركة من الهضر على هاد الموضوع حيت احتاحها جمغة تبدلي يا رأي فيك خلينا نمشي ونفطره ما قدرت نقول والي ما اعطنيش فرصة كيفاش غدا ندير هو كي بغين يحب اعمل وما غايتحملش الحقيقة كي غا ندير مشيت معاه نفطره وما قدرت نقول له والي تمنيت يعطيني عصام شوية دي الوقت ومشيت للدار وكنفكر في يحيا ما غا يقدرش يتحمل يعرف الحقيقة وعندي حل وحيد هو انني نمشي من هنا ولا نهرب معاه ونقول له ما يقول حتى واحد باللي انا معاه ودازت يوميا وانا ما بقيت كان قدر لا نفكر ولا نخرج وسديت التليفون تلفت بمعنى الكلمة وجات عندي صحر وقالت عايدتي جبت ليك خبر دوين بالسهل قلت اما هو وهي تقول جبت ليك همزة كليان مرفح انضربوا ضربة صحيحة حتى اليوم قلت ليها بعدي مني انا ما بقيتش غنخدم في هاد الشي باراكا ذاك الشي اللي فات وبزس وهي تقول سمعي مني هادي همزة صحيحة ومنها تقدر تجمع دوك الفلول وتمشي من هنا وتبدأي حياتك بمرة فكرت عندها الحق انا ما زال خاصني شوية الفلوس باش نخوي هاد الضعب وباش نبني حياتي ما خاصنيش نبقى مع هادي قد جيب ليها غير العار وانا نقول لها انا موافقة ولكن اخر مرة هي هادي قالت هاك كاك نبغيك كان حماق عليك من اللي كتفهم مشيت وجت راسي ولبست كسوة مع ريا ودرت احسن ما عندي من العضور هادي اخر مرة ندير هاد الشي وغدا نتوب من بعد من اللي جاودو كالرجال ما عمري شفتهم من قبل قصروا معانا وشطحنا ونشطنا دووزنا وقت زوين ليهانا هنا قلبي كان مقبوض كنفكر غير في عيصان واش غيقول ليحيا وللا ودازت الليلة وانا في احضان ذاك الراجل ما حسيت حتى دخلوا علينا البوزيز منين جاوا ومنين دخلوا ما عرفتش جاوا هزوني هاك كاك وانا عريانا انا وهادك السييد واحتى صاحروا صاحبها غطاونا بإيصار وبقاوا كي جرجروا فينا والجيران كلهم كي سبوه عاية انا كنفكر غير في الفضيحة الله يخرج هادشي على خير هزونا وبدو كيدلوا فينا بل يوصلنا لكو ميسارية بل يا عزيز وقلت كملت هادشي اللي بقى بقى كيشوف في يبدك الحالة خلاونا اش حال كنت سناو حتى دز نلعمت النائب العام انا قالوا لي عندك تغمد الفساد والدعارة والخيانة الزوجية اما صاحر فقالوا ليها عندك تغمد الدعارة والفساد قلبي كان غادي وقف ايش غا يترى من بعد خرجونا من عندو بشي ديونا الحبس لقينا الصحافة في استقبالنا بدأوا كي يصوروا فينا وبديتك نغطي في وجهي صافوا يحيى خسرتول الابد اعطاونا شي لبسات مقطعين وخانزين ودارونا بواحد الزنزانة فيها غير الشمكارات كل شي عاطية منهم ريحت القروق والشراب والخنز ما حملتش راسي ايش داني لشي زمر انا كنت معززة ومكرمة فدر عزيز ايش داني نخرج لو كان غير عززت راسي عليه دك النهار قاع ما يوقع لي هاد الشي لو كان خلاني ببا في حمايتو من النهار اللوي قاع ما كنت نوصل هاد الشي ايش جابني لعندك سحر انتي السبب ديال هاد الشي لو كنت تلاحيت في الزنقة اهو اللي يمن هاد الكاريتا انتي السبب وهي تقول سكتي احنا غدي نخرجوا من هنا دوك الرجال اللي كانوا معانا غيخرجونا قلت الله ياخد فيك الحق بقينا مع هادوك الشمكارات اللي وجههم كيخوه كلها وحدة كتر من النخرى تكمجت باج حتى وحدة ما تهجم علي اداني النهاز وانا جالسة في الأرض والبرد واحنا ملابسين وهل الغدلة في الصباح جاود داونا باج ندوزو على القاضي جاحت عزيز وعرفت بعد ما دو القاضي انه هو اللي بنلغ البوليس ولد الحرام واصرع للشكاية ديالو وما بغاش يتنازل القاضي تبث في حقية تهم المنسوبة ليا وحكم علي بسانتين سجنا نافدة مع الأشغال اما صحر حكموا علي هبست شهو كنت غدا نسخفت منه داروا لي المينوت اهزوني ودوني لحبس كل شي داز بسرعة واللي قهرني هو يحيا كيفاش غيكون شعوره من اللي غيعرف الحقيقة ولكن عزيز باش عرفني مع صحر اكيد قلب عليها ولا شافني شي واحد معاها وقالها له الله هياخد فيهم الحق باغي غير انتاقم مني حيت مرغبتوش وحيت بقى بوحده دموعي طول الطريق كانت على خدي كان بكي وخايفة بسه والصافي هادي هي نهايتي صافي انا غندوذ عامين في الحبس ومن اللي غانخرج منو غان نشيل الزنقا علاج من اللي وصلنا للحبس جروني وعطاوني واحد اللبسة ادخلت ديك البلاسة واسعة بزاف حسيت بالضيق مع الدخلة بقاوك يجروا فيه واحتعطاوني الواحد الحارسة اخرى كل مفتاح كتفتح فيه شي باب كان كبير وصدع دياله في ودني ما حملتش الوضع صمت قاتل حتى وصلت لواحد الزنزانة ودخلاتني بانوا لي النموسيات واحدة على واحدة واحد الشرجم صغير وورق ومشبك في القنط وفي الجنب كانت وعليته روبينة وكل شي في البيت ما لي بغيت نجي لوطية الخمس نجوم دخلاتني ووراتني نموسيتي وانا مرعوبة نقزات واحدة من واحد النموسية بينا فوجة هشم كارا قالت صلاة وسلام عليك يا رسول الله وبدت كتزغرت مرحبا بك وسط عائلتك يا حبيبة تفضلي تفضلي تبغيين نصيب لك قتاي ولملوي لش نرحبو بك بقيت جامدة في بلاستي وخايفة واش هاد الاشكال غنعيش معاهم عامين كيفاش غنقدر عيطات عليها وحدة وقالت لها خليها راها مازالة مصدومة وخايفة كلنا هكا كنا نهار دخلنا اول مرة وقالت لي ما تخافيش الساطة دبت ولفي انا كان كي حساب لي باللي تولدت وعشت في اسوأ وسط على وجه الارض صدق كين الوسط اللي خايب كتر مني مشيت بحذر البلاستي وقلست كينبكي ايش هاد الوحلة ارميت راسي فيها لو كانت حدايا غير صحر دعبة ولكن هي داروها بوحدها وقالا داروني مع اللي عندهم حكم قديم بقيت مكمشة وخايفة شوية فاقت من النعاس وحدة غير شوفاتها كي خلعوا وصوتها كتر غوتات عليهم وكل شي ثقل نزلت وفورمتها دايرة بحالش يدراكولها كتخلع شمكارة بمعنى الكلمة جات عندي ديري كتخل شافت فيها خلعتني وهي تقول واش انتي جديدة هنا؟ قلت اه جيد دابا وهي تقول شحال غتبقى معانا؟ قلت لها عامين وهي تقول شوفي ازوينة الابا غتبقى بيخير ودوزي هاد المدة بيخير ديري دك الشي اللي غنقول لك وخلطيتها منحي مايتي هنا قلت واخا غنعطيك اللي بغيتي ولكن حتى ادخلت صاحبتي وتجيبهم لي حيث ما عندي حد قالت شنا هو؟ قال لك نتسنى وصاحبتها ضحكوها البنات ضحكو وهي تقول شش شداتني من الكول ديالي وطلعتني وهي تقول شوفي يا حبيبه الهضرة اللي نقول ما كتتعاودش إلا بغا ما تخلصيش خدمي بدراعك سمعتي قلت واخا وهي تقول نوضي صبني حويجي راه هم فين مصخي وياك وياك نلقى فيهم شي طبعا واخا غير صغيرة ما تلومي إلا راسك نط وانا مرعوبة منها خديت حويجهو بديت كنصبن حويجها خانزين الدلكي داير أنا اللي كنت كنغوت على عازيل وكنقول له صبن لراسك أنا ما جبتينيش خدامة عندك بقيت كنصبن وكنبكي شوية وهي تغوت عليها صوتها كي يخلع قالت ضغياء بديت كنصبن ضغياء وكنرجف حتى كملت وانشرت شخمت الماء عيتوه لنا في الغداء وخرجت مشينا وانا من البارح مكليت ادخلنا بالصف وهزينا صينيات دي لحدي بقينا كندوثوا على هادوك لكي عمروا الماكلة حطوا لينا العدس وحاصيروا خبزة واش هادي ماكلة؟ ما حملتش راسي كليت حيت كانت كرشيكة تصفر من اللي كملنا الماكلة عيتو علينا سجانات باسميه وقالوا لي يا اجي تغسلي المواعن كنت ناس ياب اللي محكوم علي بالاشغال المواعن تابعين نحتى للحبس تقهرت بقيت كان نغسل ونشلل حتى عيت كنت باغا غير فوقاش نطيحوا الناس من اللي نشيت للزنزانة لقيت السيدة الشمكارة في انتظاري شنقات عليا وقالت واش هادا تصبين واش كنت تفلاي عليا دايرا راسكرا كيم صبناهم بقيت خايفة ومعرفت ما نقول وهي تشدني اعطاتني قتلة دي العصا بضلوح يبقى وكي يحرقوني كلهم الله يا ربي هادي غير البديا خايفة ما نخرج من هنا إلا مكفلة بقيت كان عاودة تصبيل دو بحوايج تقهرت كل شي نعس وارتاح إلا أنا فبقيت فرقيا ما تفرق بليدي منهار تزاديت وأنا في المشاكين وجهي غادية للمشاكين عمري غدا نرتاح والنهار اللي تلاقيت يحيا قلت أخيرا دحكات لي يا الدنيا ساعة دحكات عليا وقالت لي يا والله لا كان لي آه يا الدنيا علاش نمشيت النعس وأنا رجليا ما بقيتش قادرة نوقف عليهم طحت ومعقلتش على رأسي الصباح بكري بديت كنسمع الصداع وش هادو ما كي نعسوش فيقونا وعيطو علينا نمشي ونفطرو نفس الشي الماكلة للحباسات ما فيها ميت كان غير كملت الفطور وديري كتل الخدمة سيفتوني هادو المرة نقيت والي طاكس بعد هادشي اللي كيترالية عمرين فكر في الدعارة الخنز هو هادا الدل بعينيه الروايح والخنز في كل بلاسة بديت كنت لقف الموكن سيق بالفقصة علاشي يحيا علاش ياد كان قلبي مات في هادو الدنيا علاش عاودتي حييتيها علاش كملت داك لخنز احتط قييت الف مرة تمشيت شوية في الكولوار وشفت انواع واشكال دي اللي محافزيات شمكارات وكميات وكلها واحدة وقصتها شوية جات عندي واحدة من السجانات وقالت لي يا عندك زيارة تفاجأت واش يكون زعم عزيز مشيت معاها وقلت غنرغبه باش يتنازل على الدعوة وغادي ننفد اللي بغا الموهيم ما نزيتش نهار في هادا الحبس من اللي وصلت كان غا يطيح من النص من اللي شفته يحيى نادو شافية وعينيه فيهم الدموع وقال ما لك ولا بغيت نقول لك عايدة ما قدرتش نهدر كنت كان حس غير بالعرق يجري بحل شلال في وجهه قال علاش ترتي هاكا علاش كدبتي عليها شنودرت لي انا بغيتك من قلبي وعمري اديتك علاش كسرتي قلبي علاش قتلتيني هاكا حرام عليك كدابة ومزوجة وعاهرة عاهرة ملك وين اللي كنت كان خاف احتنشد لك في ايدك كنت كان خاف عليك علاش درت فيها هاكا حرام عليك مالكي ساكتا هدري دافعي على راسك وقولي باللي هادشي كولو كدوب وباللي انا كان كدب قولي باللي هادشي غير متلفق ليك وباللي انت ملاك اللي كانعرف انا غادي انطيقك قولي ها عافاكي قلت لا هادشي كولو كاين انا عاهرة وكدابة ومزوجة بشارف بزز عليا وما كانتا ميش للواسطة ديالة القاع انا ما شابعة احتى ماكلة انا بنت حي شعبي بسيط وبجر علي من الدار وزوجني وانا بنت خمستاشر عام بشارف وبزز عليا ونزيدك انا دوزت بثاف درجات غير علاق بالفلوس اللي في نظارك عاشت هادشي كلو اللي في نظارك عاشت هادشي كلو واش غا تكون ملاك لا انا ماشي ملاك انا عايدة وهو يقول كيفاش كنت عمحت لهاد الدراجة كيفاش كنت غبي كيفاش ملاحظتش قاع هادشش بغيتك وما فكرتش انك ممكن تكوني اكبر جرحلية بالدنيا انا كنت كنشوف فيك احلامي كلها واش مبقيتش فيك اينا نوع من البشر انتي انتي شيطان ماشي بنادم انتي بلاستقية هادش الحبس اللي بحالك بدك يبكي ودمعوها بطي عمري شفتو كيبكي ولكن كل دمعه نزلت منه كانت بحالة سيف قلبه وجات سجانه جراتني وقالت لي زيارة كملات جريت رجلي وانا قلبي محروق وغدا نموت من الداخل دياني فقدت وخسرت يحيى الى الابد حياتي سالات صافة انا انتهيت حياتي مبقى ليها حتى معي ادموعها بطي وحسيت بجسمي تقال علي شوية وغيت حليت عيني على واحد النموسية وحدايا وحد البنت لابسة طابلية وانا نقول فين انا؟ قالت انتي في المصحة ديان الحفز على سلامتك بديت كنبكي على التاني من اللي تفكرت يحيى وهي تقول هداي عارفة باللي الحفز صعيد وانتي اول مرة تدخلي لي ولكن دغية غيدو ذهد لي خرجات وخلاتني كنبكي وكنفكر في يحيى انا حياتي ما كتسوى والو بلا بيت كيفاش غيكون داير دابا؟ كيفاش غتكون حالته؟ قلبي تقبط وبديت نبكي من جديد حسيت براتي عيانة بزاف وحاولت ننعس ولكن ما جانيش ننعس وبقيت في المصحة ديك النهار وانا كنفكر في يحيى ما كليت والو ما عندو مين دوزلي من اللي خرجت من تمه محملتش راسي اداوني للزنزانة ودخلت دياري كتل فراشي وانا نلقى عند راسي ديك السخت قالت نوضي يا البقرة نوضي نقيلي يا بلاس دي قلت انا مريضة وعاد خارجة من المصحة ما قداش وهي تقول انا غدا نوريك دابا ما قداش جراتني وبدت كتركل فيا وانا ما فياش القوة ما حناتش فيا نطق وبدت كنخمل ليها وانا الجهد ما فياش قاع انا اللي درت هالراسي ايش خديت من هاد الشي كله ووالو كنت دايراه باش نبقى بجنبي يحيى صدقت خاسر اقولش لو كان استغليت عزيز من الول قاعما نوصل هاد الدل كله عامين يالله دازت غير يومي وانا ما قداش نكمل ما قداش نصبر هاد الدل و هاد المهانة كملت بالسس ومشيت ضغي ينعس وطحت كومه ملي فقت سمعت صداع وكل شي فين ملعي جات عندي واحد البنت و هي تقول اختي لابس عليك كي بقيتي شوية قلت الحمد لله و هي تقول انا اسميتي سلمة وانتي قلت انا عايدة و هي تقول متشرفين عايدة علاش جاية هنا باي تهمة قلت خيانة زوجية عامين وانتي و هي تقول انا على المخدرات خمس سنين دوزت منهم عام و بقي لي اربعة و انا نقول كي كت قدرت عيشي مع هادو انا حاسة راسغة نموت قلت اهنا حبيبة الى باغت عيشي ما خاسكيش تحني الراس خاس تديري بلاستك حتنتي و الدابزي و الضاربي بايش يديرو ليك الحسان اللي كي يحشمو يخاف من هادو راغا يركبو على ظهره فكرت في هادشي اللي كتقول سلمة عندها الحق انا مبقى لي ما نخسر في هاد الدنيا علاش ما زال خايفة من هادو يا دبحة يا ربحة نط مع سلمة ومشينا نتغدام نفس الماكلة ولكن حاولت نولف راسي بها و دي ما كان مقى نفكر في حياة تقهرت خاسني لنساه حيت صافي عمره ما غير جعلية من سابع المستحيلات كملت الماكلة وعيته عليهم سيق مشيت سيقت ولكن هاد المرة بشوي عليها بايش ما نعياش ونفرسي على راسي احتى كملت على خاطري كان قزات اللي محكم عليهم بالاشغال كله وحده وشنو كتديه من ليه كملت مشيت لبلاست لقيت للا هم كتسناني باش تتصر علي اليومة تاني قالت لي يا ديري ليه مصاش وانا نقول ليها الا نادت عندي باش تضربني وانا نشد فيها وخرجت فيها غدايدي كلهم عضيتها وقمشتها وانتفتها مزيان و هيك اتغوت اياك هي اللي بغى المصاش اها هو احسن مصاش في الدنيا خرجت فيها غدايدي مزيان كل شي كان كيفوك وانا شادة فيها احتجتني واحد اتضربة في الظهر هي اللي فشلاتي تلفت نشوف شكون لقيتها واحدة من السجانات قالت لي هم جيبوها جروني وداوني عند الشاف ديالهم شبعني سبان ومعليه وقاع انواع الايهانات ولكن انا مكانش كيهمه المهم شفيت غاليلي منها قاعدة كشي اللي دوزاته عليا غرجته منها مبقت حتى حاجة كتهمني في هاد الدنيا ايه لا بغاوا يقتلوني في هاد الحبس غير يقتلوني ما كيهمنيش الحاجة اللي كنت عايشة على قبلها في هاد الدنيا صافي مشعت حبي خسرته اذا احتاجها ما كتستاهل نعيش على قبلها ابقى هادات كيسب وعاية وفي اللخر قال للسجانة الديني للحبس الانفراضي ما كيهمش المهم ان نعس شوية ونرتاح منهم دخلاتني المكان ما فيه لا شرجم ولا ضو ولا ما نطول انا مسير نقلس ونعس في الارض قلست وبقيت كنفكر في حياة من جديد نقطة ضعفي الوحيدة في الدنيا جمعت رجلي عندي وتكمشت حيث كنت كنحس بالبت وبقيت كنردد يحيا كان بغيك بزار عافك سمح لي كان واعدك عمري ما غدا نخبي عليك شي حاجة كان واعدك سمح لي يا عافك عمري ما نكذب عليك اخر مرة عمري ما نعاود مرة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر